ولنذهب إلى كابتن حسين لبيب كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المحترم هو من الشخصيات المحترمة واللي لها قبول واللي فاز في الانتخابات الأخيرة باتساح كرئيس لنادي الزمالك لكن المرة دي الحديث عن الزمالك في حاجة مختلفة قلبة السجاير دي اللي أنا معرفش اسمها قلبة السجاير اللي بجيبه أصبحت ترند ليه ترند قال لك شوف نوع السجاير اللي بيشربها رئيس نادي الزمالك بيشرب سجاير رخيصة تمانا مش عارف 25 أو 30 جنيه أو 35 جنيه في حين ان السجاير في السوق السودة بـ 80 وبـ 85 السجاير الفاخرة فقال لك إزاي رئيس نادي الزمالك يشرب سجاير رخيصة وإزاي رئيس بيشرب السجاير دي هيقدر يتعاقد لنادي الزمالك على لعبة بفلوس كتير ده حال الزمالك أصبحنا بنحكم على قيمة الناس أو قدرتها على الإدارة والنجاح بنوع السجاير بالعربية بماركت البدلة بحاجات كتير كلها شكلية إحنا من إمتى بقينا مجتمع طبقي بقينا مجتمع بنعمل تصنيفات للناس حسب سجايرهم وحسب لبسهم وحسب ما يمتلكونه لا بالسعب كامل فين القيمة يا جماعة ليه بنفكر في الشكل مش في المضمون رئيس بيوذير في أزمة كبيرة لنادي كبير وبازل جهد ضخم وربنا يعينه نقف قدام سجايره تب ما تجوا نقف قدام حاجة تانية هو كابتن عسين لبيب بيدخن في نادي الزمالك للأعرب الرياضية وهو كابتن رياضي لا يا جوز وإذا كان بيدخن لازم يستخبه وما يدخنش في النادي وما يبنش معه سجاير لأنه نادي رياضي ولأنه كابتن كبير ده كان كابتن كبير في نادي الزمالك أعتقد كان لعب طايرة من اللاعبين المشهورين يعني يد يعني نختصر المسألة في إنه بيدخن سجاري إيه ولا بلادش يدخن خالص ولا يستخبه هو بيدخن ولا يحط السجار في جبل لتحت عشان ما تتصور لقطة تبدو بسيطة ولكنها بتعكس حاجات كتير سواء من المجتمع أو من رئيس نادي الزمالك